سأثبت لك الآن يا أبو فاطمة إن عبدالله بن سبع اليهدي وضع ثلاث عقائد والشيعة أخذوها من عبدالله بن سبع اليهدي أثبت لك ذلك؟ السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام كيف الأحوال؟ الحمد لله سني مسلم أم شيعي؟ الله يخذكم ويدينكم شيعي أم سني؟ دعنا من ذلك شيعي أم سني هذا لا يعني بما أنك قد طرحت موضوعا للنقاش نعم فكان موضوعة عبدالله بن سبع نعم أولا عبدالله بن سبع هو شخصية وهمية طيب خليك معي واحدة واحدة خليك معي واحدة واحدة قد أنسقه اسمك الأول شيخ رامي أول شيء أنا أبو فاطمة شيخ رامي نعم أبو عبدالله بن سبع شخصية وهمية صح؟ شيخ رامي أول شيء خلينا أكمل كلامي وبعد ذلك إذا كان عندك تعطيب عطب على كل كلمة أقولها فضل أكمل القائي وبعد ذلك سريعا بس يا أبو فاطمة لأننا عندنا تسالات كثيرة تفضل الله يحفظكم إن شاء الله شخصية عبدالله بن سبع هي شخصية وهمية شخصية مخترقة شخصية ألسقها خصوم الشيعة بمذهب الشيعة ولذلك عندنا روايات عن الإمام أمير المؤمن سلام الله عليه إنه استدعاه بعد ذلك أمير المؤمن سلام الله عليه نهاه وبعد ذلك أمير المؤمن أحرقه لأنه لم يتو هذه عندنا في روايات وكذلك عندنا طائفة من الروايات التي جاءت عن الإمام الصادق سلام الله عليه عندما ذكر عبدالله أبن سبع الإمام سلام الله عليه لعنه الله أكبر إسعف بقى يا أبو فاطمة بالله عليك إزاي شخصية وهمية وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال عنه كيت وكيت وكيت وحرقه وإزاي شخصية وهمية وجعفر الصادق سلام الله عليه لعنه إزاي اسمع بقى يا عمي اسمع بالله عليك علشان وقت الحلقة بس الله يشرح صدر وصدرك الحق وهاسمعك تان اسمع عبدالله بن سبع اليهودية شخصية وهمية ولا لا اسمع يا حبيبي انت اعترفت الآن بجعفر الصادق واعترفت بعليه رضي الله عنه معلش هذا عبدالحليم الغزي سيد الغلو وسيد الغلاة هو عبدالله ابن سبع سيد الغلاة عبدالله ابن سبع اليهودي وهو أول واقف وقف على الأئمة أول واحد وقف على الأئمة هو أول واقف وقف على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه علي وأول واحد وقف على أمير المؤمنين بما أنك اعترفت الآن بص اسمع عبد الله ابن سبق شخصية حقيقية أو شخصية وهمية عبد الله ابن سبق في حديث أهل البيت شخصية حقيقية فعبد الله ابن سبق في حديث أهل البيت شخصية حقيقية فما تجيش أنت تقول لي في الأول وهمية والحمد لله أنك أقرد أنا بقى أنك أقرد به وإنت معلش يا أبو فاطمة أنت تطلع من جنب العلامة عبد الحليم الغزي عندكم وغيره كما الحيدار يعترف والمدرس يعترف وغيره من علماء الإمامية اعترفه. بما انك الان اعترفت ان عبدالله ابن سبق اليهودي موجود في احدث قال البيت وقال البيت لعنوة ما تشبه ذلك وانا معك ان قال البيت رفضوه. انا سأثبت لك الان يا بو فاطمة ان عبدالله ابن سبق اليهدي وضع صلاف عقائد والشيعة اخذوها من عبدالله ابن سبق اليهودي. اثبت لك ذلك؟ أولاً أول شيء الآن عندما تأتي إلى عقائد الشيعة الإمامية وكذلك علم الأخلاق وعلم الفقه لا تجد أي رأي لهذه الشخصية المسمات بعبد الله ابن سدي يعتقد عليه الشيعة الإمامية على المستوى العقائدي على المستوى الأخلاقي على المستوى الفقه أبو فاطمة زي ما أنا بسمعك اسمعني ممكن أسألك سؤال نعم وصي النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر أم علي وصي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو أمير المؤمن صلى الله عليه وسلم وهذا ما جاء على ال comp n y s y Sat to Allah خلاص أنا أمصدقك بقى مش عايز أدلى أنا بس عندي السؤال لسه مخليصي السؤال لسه مخليصي وهذا السؤال لسه مخليصي أنا بس رأس أسألك حالاً لسه 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 سوء مخليصي أنت سألتني خلناكرو لأ لسه لم أسيب لك المجال أنا سوف لك المجال يا بوفاطمة آه يصير هسيب لك المجال أن لسه أأكمل سؤالي بس نعمة أتكلم بالله علي هل أنت تحب سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وتراهم أفضل هذه الأمة بعد النبي بالله علي أحد أبا بكرا وعمر وعثمان رضي الله عنهم وتراهم أفضل هذه الأمة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أم لا الصراحة الصراحة أنا لا أحب أبا بكر ولا أحب عمر ولا أحب عثمان لأنه أفعالهم كانت مخالفة للشريع الإسلامي ماشي جميل ووصل النقطة اللي أنا عايز أبينها للجمهور وكنت باستكتبك علشان تقولها أيها المعمم الشيعي المحترم إن شاء الله أبو فاطمة بعد ما أثبتنا أنا وأنت أن عبد الله بن سماء اليهودية شخصية حقيقية من معتقدك وانت أقرت والإمام لا عنه وما شامع زلك سأثبت لك الثلاث عقائد الآن والعقيدتين بالأخص اللي أنا جبتهم لك دلوقتي سأثبتهم لك إن هي عقائد عبد الله بن سماء اليهودي لأن انت قلت لي من شوية نحن الشيعة لا نقول أن عبد الله بن سماء اليهودي لا نأخذ عقيدتنا من عبد الله بن سماء اليهودي عايزك تشوف الوثيقة ديك في كتاب المقالات والفرق للكم بيقول ماذا وحكى جماعته من أهل العلم أن عبد الله بن سماء اليهودي أسلم كان يهوديا فأسلم ووالى عليا كان موالي كان موالي وكان يقول وهو على يهوديات في يوشع بن نون وصي موسى بهذه المقالة فقال بإسلامي بعد وفرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عليم بمثل ذلك يبقى عقدت الوصية لأنا قلت لك هل أبو بكر وصي النبي علشان كنت عايزة لسواحك علشان تقوم لا قلت للا الوصي النبي هو علي بن أبي طالب والذي قال ذلك هو عبد الله بن سماء اليهودي هو بسموس فقال في إسلامي بعد وفات رسول الله في علي بمثل ذلك وأول من شاهد القول بفرد إمامة علي ده في أصحي كتب أو من كبار علماء الشيعة القمي قال بهذا الكلام ده كان أول عالم معنا من علماء الشيعة كان تاني عقيدة قال هلنا دفن الشيعي المعمم أبو فاطمة قال لك إن لا أحب أبو بكر وعمر وعثمان لا أحب هؤلاء ليه ما بتحبهمش أفعالهم طب مين أول واحد كره أبو بكر وعمر وعثمان وقال إنه قال اللي أمروا بذلك خليك شوف شوف معايا يا شيعي يا عاقل دوت كتاب الفرق فرق الشيعة لنوابختي من كبار علماء الشيعة من أعلام القرن الثالث الهجري قالي بقى اقرأ معايا يا شيعي يا عاقل إن شاء الله وهذه الفرقة تسمى السباية أصحاب عبد الله بن سبا وكان ممن أظهر التعنى على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة وتبرأ منهم نفس عقيدة المعامة من فاطمة اللي معانا هو سلفه في ذلك سيده عبد الله بن سبا اليهودي هو أول واحد أخذ بهذه العقيدة اسمع اسمع وكان ممن أظهر التعنى على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة وتبرأ منهم وقال إن علي أمره بذلك فقالت سيدنا علي أمره بذلك وشف هنا وحكى جماعة من أهل العلم أن عبد الله كان يهوديا فأسلم ووالى عليا وكان يقول لنا لسه أيله دلوقتي وهو أول من أشهر القول بفرد إمامة علي وأظهر البراءة من أعدائه لذلك من خلف الشيعة قال أن أصل الرفض مأخوذ من اليهودية عقائد الشيعة هو يبقى كده عقيدتين عقيدة الوصية عقيدة سبائية عبد الله بن سبائ اليهودية هو الذي قال بها العقيدة الثانية عقيدة البراءة وسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن سبائ اليهودية أول من قال بها عندكم العقيدة الثالثة اللي كنت أسألك عليها دلوقتي وأتمنى أن حضرتك تجيبني عليها بالله عليك يا سمحت المعمم ما حكم من يقول علي ربنا شيخ رامي لا لا ما حكم من يقول علي ربنا شيخ رامي لا أقبلها بس ما عاش أن أقول العقيدة الثالثة للجمهور اللي سيدك عبدالله بن سمع اليهودية وضعها ما حكم من يقول أن علي بن أبي طالب ربنا تفضل جزاك الله خير لا لا بالله عليك وإياك وجزاني خيرا وبارك فيني وأسأل الله أن يوفقني وأن يسعدني بعد علف بظهر الغيب كده إن شاء الله وأنت بتكمي الليل أنا بس عايز أسألك سؤال حكم من قال أن علي بن أبي طالب ربنا أو علي رب الأرض أو الإمام رب الأرض حكمه إيه؟ صح ولا خطأ؟ الشيخ رامي أول شيء أول شيء لا مش هتجاوب يا عم أبو فاطمة أجيبني مش مهم تجاوب خلي الجمهور اللي يشوف وهذا كتاب الغلو والفرق البطنية كتاب شيعي يا إخوة رواة المعارف بين الغلات والمقصرة حسن الكشاني ومشتوى الاسكندري قال حقيقة من النسبة اللي ابن سبق من دعوة ربوبية في علي بص بص اللي كان بيقول لك شخصية وهمية بص روى الكش روى الكشة في صحيحه في صحيحة أباني بن عثمان قال سمعتو أبي عبد الله يقول لعنى الله عبد الله بن سبق اللي كان بيقولها ابو فاطمة ادعى الربوبية في أمير المؤمنين أول من ادعى الربوبية في علي بدا أبي طالب ربه لا يوم القيامة زي فحص نبيات علاء المهدوم ما بيقولك الإمام علي رب العالمين ود وأيضا عن محمد بن قوليل قم إلى أن قال عن أبي جعفر إن عبدالله بن سبق كان يدعي النبوة ويزعم أن أمير المؤمنين هو الله ادعى ربوبية فعالي وهنا بيقول لك إيه فلعل ما في هذين الصحيحتين وكذا سائم وورد عنهم من نسبة ادعاء ابن سبق الربوبية في أمير المؤمنين يعني صحيح ما تجيش تقول لي أبو فاطمة ليس بصحية صحيح عندكم إن أول من ادعى الربوبية في علي بن أبي طالب هو الزنديق عبدالله بن سبق اليهودي فمن قال بأن علي رب أو الأئمة أرباب فهو الزنديق ومن قال بالوصية وأن الإمام الفرد فهو الزنديق ومن تبرأ أو سبق أبي بكر وعمر وعثمان فهو زنديق شكرا لك أيها المعمم أبو فاطمة الذي بسببك استطعنا أن نثبت لعقلاء الشيعة أن عبدالله بن سبق اليهودي شخصية حقيقية وأنه يوجد عقائد كثيرة أخذها الشيعة من عبدالله بن سبق اليهودي لذلك نقول لعقلاء الشيعة الذين يستمعون إلينا الآن أفيقوا بقى أفيقوا يا عقلاء الشيعة والله نتمنى لكم النجاة هؤلاء المعممين كالمعمم أبو فاطمة اللي كان معنا على الاتصال وغيره والله لن ينفعكم في شيء دعاء على أبواب جهنم لن ينفعكم في شيء فهؤلاء سلفهم هو عبدالله بن سبق اليهودي فاحذروا أن تكونوا من أدباع عبدالله بن سبق اليهودي وكونوا من أدباع القرآن والعطرة والعطرة لم تأمر بأن تقولوا عنهم أرباب أو تدعوهم أو تأخذوهم واسطة بينكم وبين الله كان معكم المعمم الشيعة أبو فاطمة نسأل الله أن يهديه وأن يأخذ بيده إلى نور التفق ولا تنسوا نشر الحلقة